معنا تليفون محمد اتفضل يا محمد اهلا بيك يا محمد سمعينك تفضل هلو اهلا يا محمد تفضل سمعينك تفضل حضرتك انا عمر 29 سنة وزن 90 كيلو وطول 172 تمام تمام عندي مشكلة الستر والبطل بيزيد زيادة عن اللازم يعني هو ده اللي بزيد في جسم تمام على طول بأعمل ضايت يعني كل مثلا شهرين ثلاثة أعمل شهر بالطبع عن ضايت مع نفسهم مش مع دكتور والضايت بتاعك عبارة عن مثلا ثلاث معليق فول في اليوم مع رغيف عيش أو بيضة ورغيف عيش وبالليل ممكن سمرت فاكهة وعبت زبادل طيب ده كويس ده كويس جدا الشهرين بقى لانت بتعينش فيهم ضايت بتاكل فيهم ايه بقى لا باكل فيهم كل حاجة اه هي دي بقى المشكلة يا محمد يعني دي مشكلة كبيرة جدا ويعني ان شاء الله هجاوبك عليها يعني ان شاء الله رب العالمين اتبعنا شكرا لمداخلتك ده اللي احنا تقريبا ما نتكلم والله يعني محمد دامكن ده موضوع الحلقة كله ناكل ناكل وفجأة نعمل ضايت قاسي فكرة ان انا يعني احرم نفسي شهر ويعني هو حتى ايضايت يعني شديد الانخفاض في السعرات نفيش حاجة اسمها ثلاث معالق فول فكرة المنتيننس او ان انا احافظ على وزني هي فكرة برنامج ضايت الناجح برنامج ضايت الناجح هو ان انا اتعلم سلوكيات في التغذية صح يعني ان انا اكل بكميات قليلة دون حرمان ده اساسيات ضايت الناجح الناس اللي هما بيجوا فترة يعني يمكن فيه كتب او مجلات علمية او يعني ابحاث او منظمات دولية كلمت في الموضوع ده اللي هي فترة ان انا ابعد عن الاكل تماما وارجع اللي انا متعود عليه احنا بنقول دايما يا جماعة اللي عايز يخس ويحافظ على وزنه ينظم اكله ما يحرمش نفسه ويبقى ده اسلوب غذائي يعني محترم يمشي عليه طول الوقت هو ده اللي هيعمل منتيننس او ان انا حافظ على وزني بشكل كبير منطقة البطن والسدر ده من اكتر المناطق عند الشباب بشكل عام في سنه ده اللي هو 29 سنة بيبقى 90% من الحل رياضي مع برنامج تغذية يكون متوازن وفي منتيننس او محافظة او مدومة او ان انا اكمل او استمر عليه وفي الحالات الصعبة طبعا بيبقى فيه فحص او تقييم ساعات بنلجأ الاشلوب الجراحي ولكن دي بتبقى حالات مرضية معينة اسمها جانيكو مستيا دي بتبقى حالة مرضية لتهاف الغدد بشكل كبير وبيبقى لها تدخل جراحي ولكن طبعا ده راجع للتقييم تمام حساسن هادريكو